اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلمة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر التي ألقاها في درسه خارج الفقه صباح يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1431 للهجرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ذكرت الروايات الشريفة عن مولانا الإمام علي الهادي صلوات الله عليه أنه قال في الزيارة الغديرية مخاطبا جده الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لمن توهم وامترى بقولك صلى الله عليك قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيضعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين ومعنى هذا الكلام للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي يرويه الإمام الهادي صلوات الله عليه هو إنني أعلم وجه الحيل ولكن يمنعني من ذلك تقوى الله تعالى لكن غيري لأنه عاص لله تعالى فإنه لا يتوانى عن فعل أي شيء وعن استعمال أي مكر وأية حيلة إن للغدير تربية خاصة وفي المقابل هناك للخط المضاد للغدير أيضا تربية خاصة به فالملاك في تربية الغدير هي طاعة الله والعمل بأوامره ونواهيه في كل شيء وبعبارة أخرى إن هدف الغدير هو الطاعة الكاملة لله تعالى أما الملاك في الخط المضاد للغدير فهو التسلط والحكومة بأي ثمن كان ومهما كانت الوسيلة وبعبارة أخرى إن الخط المضاد للغدير لا يعرف معنى لطاعة الله ولا للمتثال لأوامره ونواهيه جل وعلا فالغدير يصنع إنسانا والخط المضادلة يصنع ظالما لقد حفل التاريخ بالكثير من الشواهد والنماذج ممن تربوا على تربية الغدير وممن صنعهم الخط المضاد للغدير ومنهم أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه إن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه كان في بادئ أمره أي قبل الإسلام من قطاع الطرق ولكنه وبعد أن أسلم وتربى في مدرسة الغدير صار من خلص المؤمنين وارتقى في ذلك أن آل أمره بأمات جوعا وذلك بسبب دفاعه عن الغدير وعن ولاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولقد حاول عثمان أن يستميل أبا ذر بأن أرسل إليه مقدارا من الأموال بواسطة أحد مواليه وكان قد وعده بالحرية إن قبلها منه أبو ذر فلما رفضها قال مولى عثمان لأبي ذر اقبلها فإن فيها عطقي فقال له أبو ذر لكن فيها رطي ومن الذين رباهم الغدير محمد بن أبي عمير فقد كان بزازا ثريا ولكونه من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه صادر هارون العباسي أمواله كلها وحبسه في السجن سبعة عشر عاما ومارس بحقه أشد أنواع التعذيب وعندما خرج من السجن خرج فقيرا لا يملك حتى درهما واحدا وكان ابن أبي عمير قد أقرض شخصا مبلغا من المال قبل أن يودع السجن وعندما أطلق سراحه جاء ذلك الشخص لزيارته فرأى ما عليه من الفقر فقام ببيع داره وجاء بمبلغه وأعطاه لابن أبي عمير وقال له هذا دينك علي فامتنع ابن أبي عمير من أخذ المال وقال له سمعت من أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال لا تباع الدار بالدين كان بإمكان ابن أبي عمير أن يقبل المال من ذلك الشخص ولم يكن عليه أي حرج لأن الشخص المذكور قام باختياره ببيع داره لكن ابن أبي عمير امتنع عن قبول ذلك لأنه من تربية الغدير مع أنه كان بأمس الحاجة حتى إلى الدرهم الواحد هكذا يربي الغدير مثل أبي ذر ومثل ابن أبي عمير فالغدير يربي الصالحين وإن أبا ذر وابن أبي عمير ومن تربى مثلهم على تربية الغدير هم الذين يربون المجتمع الصالح والأمة الصالحة إن الذين حكموا باسم الإسلام وادعوا أنهم خلفاء الرسول كاذبا ودجلا من بني أمية وبني العباس وغيرهم صنعوا قانونا وجعلوه أساس حكمهم وسلطتهم وهو من لا يبرأ من علي يدفن حيا وقد ارتكبوا جراء ذلك الكثير والكثير من الجرائم ومنهم ابن زياد ومن أفعاله أنه قبض على ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه وقال له لتبرأن من علي ولتذكرن مساوئة وتتولى عثمان وتذكر محاسنة أو لأقطعن يديك ورجليك ولأصلبنك فلم يعمل ميثم بذلك واستشهد رضوان الله تعالى عليه لاحظوا كيف أن الذين رباهم الغدير كانوا على ثبات في أمرهم وفي حبهم وولائهم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بحيث لم يتنازلوا عن ذلك حتى بالظاهر أي بالتقية فميثم التمار كان يعلم جيدا ويفهم معنى التقية ومجالات العمل بها لكنه لم يعمل بها وفضل الموت عليها أحيانا يكون الإنسان مخيرا في العمل بالتقية أو عدم العمل بها وهذا ما صرحت به الروايات الشريفة ولا إشكال في ذلك فعمار بن ياسر مثلا عمل بالتقية فنجى من الموت أما والداه فلم يعمل بالتقية واستشهده وأحيانا يكون العمل بالتقية حرام لأنه يوجب إخفاء الحق فأبو ذر كان يعلم أن العمل بالتقية يوجب إخفاء الحق ومساندة الباطل لذلك رفض ما أرسله عثمان وقال قد أصبحت غنيا بولاية علي بن أبي طالب وعطرته الهادين المهديين الراضين المرضيين الذين يهدون بالحق وبه يعضلون انظروا إلى حال الدول الإسلامية اليوم فكان فيها من المظالم كالتعذيب والقتل والتفجيرات انظروا إلى العراق فكم اردكبت بحقه الجرائم من قبل الذين صنعهم الخط المضاد للغدير لقد ملأوا العراق بالمقابر الجماعية التي لا زالت تكتشف إلى ساعتنا هذه وكم قتلوا من الأبرياء في ذلك البلد وكم فجروا في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والكاظمية المقدسة وفجروا المرقض الطاهر للإمامين العسكريين صلوات الله عليهما في سامراء المشرفة وكم فجروا وقتلوا الأبرياء في باكستان وأفغانستان وفي غيرها من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير فليبلغ الشاهد الغائب وهذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق علينا نحن أهل العلم ففي طليعة مسؤولياتنا اليوم بل وأهمها وعلى رأسها تعريف الغدير ومبادئ الغدير وأحكام الغدير وفكر الغدير وثقافة الغدير للبشرية جمعا إن العمل بهذه المسؤولية اليوم ضروري جدا ولا يزاحم الواجب العيني فمع تيسر الإمكانات في عصرنا الحالي على أهل العلم الذين يتمتعون بطاقات وقدرات كبيرة عليهم أن يقوموا بهذه المسؤولية ويؤدوها وهي تعريف ونشر الغدير للناس جميعا في الختام أبارك هذا العيد السعيد وهو أعظم الأعياد إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأرجو الله تعالى أن تشملنا رعاية مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كي نقوم بهذه المسؤولية على أحسن وجه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فاحت بطيب حديثك الكلمات وجرت بفيدي هداهم البركات وهم الحقيقة والسبيل إلى الهدى وهم العلا نحميلها الهامات لزال فكرك صوت حق هادر نشأت هداهم على الدنا نفحات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر